معنا من بغداد عبر الأقمار الصناعية دكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية مرحبا بك معنا دكتور واثق ربما استمعت معنا أيضا إلى التقرير الذي عرضناه عن أنفاق داعش وكيف استخدمها كنت أنتظر أن أشاهد في هذا التقرير أن الأنفاق يمكن أن توصل عناصر التنظيم وقادته إلى خارج المناطق المدن مثل الموصل ولكن يبدو أنه لم يستخدمها سوى للتخفي والهروب كما جاء في التقرير ما رأيك بهذه الاستراتيجية التي تبعها داعش في نينوة؟ مساء الخير عليكم على المشاهدين الكرام طبعا هذه الاستراتيجية ليست استراتيجية جديدة كان هناك معلومات استخباراتي عن هذا الأمر وأنا أعتقد أن أتحدثت في قناتكم الكريمة أثناء وقبل معركة الموصل عن هذا الأمر التكتيك الذي استخدم داعش أو الاستراتيجية موضوعة الأنفاق وموضوعة التلغيم بالمناسبة في تلعفار وفي المدينة الموصل القديمة إلى الآن لا تزال هناك أنفاق غير مكتشفة أولا وبطول بيعمات طويلة جدا والقضية الثانية موضوع التلغيم في البيوت حتى ثلاجات الكهربائية عندما تفتح وكانت فيها ألغام الغرف الموجودة الأسرة استخدمها بالتلغيم الأشجار لغمها وهذه الاستراتيجية كانت استخدمها لأغراض التخفي أو أغراض التنقل أغراض تقديم التموين بالنسبة له وأيضا موصول الأعتداء والأسلحة والقضايا اللوجستية فضلا عن هروب بعض قيادات داعش واستخدموا هذه الأنفاق وفق المعلومات الاستخباراتية قبل معركة الموصل وقبل معركة تلعفار للذهاب إلى مناطق قد تكون أبعد إلى عالي الجبال أو إلى الصحاري بالتجار الحدود السوري هذا ما أردت أن أفهمه بالتحديد إذن استخدمها داعش كما تقول للهرب هرب قادته وغناصره استخدم تلك الأنفاق سؤالي لك يعني معركة الموصل تم التمهيد لها لفترات طويلة من قبل القوات العراقية وكما شاهدنا ومن المعلوم أن حفر مثل هذه الأنفاق لمسافات أعماق طويلة وكبيرة تحتاج إلى شهور ربما قد تصل إلى أكثر من سنة لحفر نفق طويل ألم تكن التحضيرات لعملية الموصل أعطت داعش مزيد من الوقت لحفر هذه الأنفاق أو أخذ أي خطوات احترازية برأيك ألم تكن البدء أو يكن البدء بمعركة الموصل تأخر بعض الشيء وأعطى مجال لتنظيم داعش لأن يأخذ هذه الاحترازات هذه الاستراتيجية استخدمها داعش وفق المعلومات الاستخباراتية أول عملية التحرير في منطقة جرف الصخر بعدها داعش قام يتحوط فبدأ يحفر واستخدم استراتيجية الأنفاق والأنفاق تقسم إلى قسمين أنفاق في داخل المدينة لأغراض التنقل إذا حدث الضربة جوية أو أغراض تكتيكية لنقل مقرات القيادة والسيطرة وهناك نفق كان في داخل مدينة الموصل لإدارة المعارك يربط بين المستشفى الحكومي مع فندق بابل فندق نينة وأوبراوي فهدنا عن وجود أنفاق تؤدي إلى خارج هذه المدن وبالتالي هناك كثير من الأنفاق المعلومة الاستخباراتية عبروها الأهالي قبل بدء عمليات التحرير واستطاعت القوات العراقية أن تضرب هذه الأنفاق وتضرب القيادات الموجدة فيها لكن أيضا هناك أنفاق كان هناك تكتم شديد عليها نعم ربما المعركة تأخرت لكن أعتقد النتائج كانت إيجابية الحكمة ليست في السرعة بل حكمة في النتيجة وهذا ما حدث حتى في معركة تلعفر كانت هناك انتقادات أنها تأخرت لكنها حسمت على عجال المشاكل سياسية ومشاكل أخرى داخلية وحفظ أرواح المدنيين أيضا في المدينة دكتور واثر نعم بالتأكيد إذن أفهم من كلامك أن بالتأكيد المدنيين كان لهم دور كبير أفهم من كلامك أن ما بعد التحرير أمر غاية في الأهمية وربما الصعوبة أكثر من التحرير بحد ذاته كما قلت أن ربما هناك أنفاق لم يتم اكتشافها وربما تكون هناك أنفاق ملغمة هذه تؤدي إلى كوارث لأن الانفجار لا يمكن أن يكون معلوم الجهة إذا جاء من الأرض من الداخل صحيح؟ فيما بعد بالتأكيد أنا اليوم كان عني حديث مع أحد القيادات في منطقة تلعفر وتحدثنا بهذا الموضوع قال إلى حد اليوم بعد عمليات التحرير هناك جهد هندسي يعمل بشكل كبير لكن هناك بعض المصاعد الألغام من الصعوبة بمكان اكتشافه وتؤدي إلى خسائر ربما بالمعركة من قدم الخسائر بقدر ما القوات تقدم خسائر بعد عمليات التحرير وهذا الأمر ليس في تلعفر وليس في المصدل فقط لكن أيضا كان في الفلوجة وفي الرمادي وفي تكريت وفي بيجي وربما سيستخدم في الحويجة على اعتبار أن هذه الاستراتيجية موجودة التنظيم داعش يتميز بموضوع حفر الأنفاق وموضوع التلغيم كل ما موجود حتى يستخدم سياسة الأرض المحروقة أشكرك جزيز الشكر دكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية متحدثا إلينا مباشرة عبر الأقمرة الصناعية من العاصمة العراقية بغداد فوز محمد بشير العياط الذي كلف من قبل تنظيم داعش بمهمة قاضي الأحوال الشخصية إبانا احتلاله سيرت الليبية والذي التقاهم مراسلنا في أحد السجون في مصر تكشف أن جميع المناصب الإدارية بالتنظيم قد أسندت إلى أشخاص أتوا من خارج ليبيا وأكد أن تجربة التنظيم في سوريا والعراق نقلت حرفيا إلى ليبيا لجهته العياط قال لأخبار الآن أنه نادم على انضمامه لداعش نتابع